بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة معاكم مهندس أحمد السعيد استخدام الخميرة على نبات البطيخ للحصول على أعلى إنتاجية وأفضل جودة للسمار الموجودة عند حضرتك إيه هي طريقة استخدام الخميرة على نبات البطيخ وهل أستخدمها رشا على الأوراق أو أستخدمها حقنا في التربة ممكن استخدام الخميرة يا جماعة على نبات البطيخ رشا على الأوراق وحقنا في التربة وكل مرحلة من المراحل النمو الموجودة عندك يا جماعة لها طريقة في استخدام الخميرة أو بعض إضافة المركبات اللي حضرتك هتضفها على محلول الخميرة على حسب المرحلة العمرية اللي النبات موجود فيها بمعنى إيه؟ بمعنى النهاردة أنا في مرحلة المجموع الخضري ممكن أستخدم الخميرة على نبات البطيخ في ثلاث مراحل المرحلة الأولى مرحلة المجموع الخضري المرحلة التانية مرحلة بداية التزهير والمرحلة التالتة بعد مرحلة العقد أو تكوين الصمار نستخدم الخميرة طيب ده بتتنسبة لإيه؟ لرشا على الأوراق هنتكلم النهاردة في استخدامها رشا على الأوراق وإيه هي الكميات وإيه هي العناصر الغذائية اللي هتستخدمها في كل مرحلة من الثلاث مراحل دول رشا على الأوراق وفي حلقة أقادمة إن شاء الله يا جماعة نتكلم عن استخدامها حقنا في الطربة أو مع مياه الري بالغمر أو مع مياه الري بالطنقيد أول مرحلة وهي مرحلة المجموع الخضري يا جماعة إحنا هنا هنهتم بعض العناصر الغذائية وبعض المركبات الهامة اللي هتعمل معانا مجموع خضري جيد إزاي إيه؟ إحنا في البداية يا جماعة هنجهز محلول الخميرة بتاعنا اللي هو عبار عن إيه؟ 3 قالب خميرة وزن القالب يا جماعة 400 جرام يعني نتكلم في 1200 جرام من الخميرة البيرة وهنبدأ ندوبهم في 10 لتر مياه دافية وبعد كده هندوب 5 كيلو عسل اسود زائل 2 كيلو سكر برضو هندوبهم في مياه دافية هندوب المحلولين المحلول الأول اللي هو التلاتة قالب خميرة بيرة هندوبه في 10 لتر مياه دافية وبعد كده هندوب 5 كيلو عسل اسود زائل 2 كيلو سكر برضو ندوبهم في مياه دافية وهناخد المركبين مع بعض ونحطهم فيه فيه إناء أو فيه عبوة كبيرة سعاتها مثلا ولياكم 100 لتر أو 200 لتر مياه يبقى انت عندك 10 لتر من الخميرة اللي متدوب فيها الخميرة وعندك 10 لتر مايا دافية اللي متدوب فيها العسل والسكر وهتبدأ تقلب الاتنين دول مع بعض هتحط عليهم أدية هتحط عليهم 500 سم من خل الطعام أو هتحط عليهم 0,5 كيلو من ملح اللمون اي ده اي مركب لو لقيت ملح اللمون مطفر عند حضرتك حط 500 سم من ملح اللمون عند حضرتك مش مطفر ملح اللمون استخدم خل الطعام ما فيش اي مشاكل معدل 500 سنطين من خل الطعام والتقليب الجيد هتسيب المحلول ده يتخمر لمدة من 8 إلى 10 ساعات وهتبدأ انك انت تقلبه كل ساعة في خلال 10 ساعات دول غاية تمام التخمير بعد ما المحلول يتخمر عند حضرتك هتبدأ تجاهز المحلول وتجيبه على رأس الأرض وتبقى تخط عليه الكميات أو العناصر الغذائية اللازمة لتسميد النبات أو درش النبات في هذه المرحلة كده المحلول عندك جاهز يكفي ل300 لتر مية يكفي ل300 لتر مية هنستخدم هنستخدم 1 كيلو هنستخدم 1 كيلو ماغنيسيوم هنستخدم 1 كيلو من العناصر الصغرى حديد وزنك ومانجانيز ونحاس ومور دولا جماعة التركيبة الأولى اللي حضرتك هتستخدمها في المرحلة بتاعت المجموع الخضري نيجي بقى جماعة للمرحلة التانية وبرضو مرحلة مهمة جداً لها مرحلة بداية بداية التزهير والفترة بتاعت التزهير دي هنستخدم فيها نفس محلول الخميرة اللي أنا ذكرته اللي هو الثلاثة كيلو خميرة بيرة هيدوه في 10 لتر مية مع العسل اسود وهتحط في برميل لمدة 8 إلى 10 ساعات على حسب تمام التخميرة جماعة ممكن في الدرجة الحارة العالية ممكن ياخدوا 6 ساعات عبل ما تخمر أو 7 ساعات ما فيش اي مشكلة خالص هتحط مستخلص طحالب بحرية يحتوي على الأكسين والسيتوكينين والجبرلين زائد اي زائد الان بي كي بمعدل 1 كيلو ان بي كي ومستخلص الطحالب بحرية هتحطه بمعدل اي واحد لتر زائد 1 كيلو ان بي كي زائد اي زائد عالي الفوسفور مهم قوي جداً يا جماعة في الفترة دي التلات مركبات دول اللي هتضفهم على ايه على محلول الخميرة اللي احنا تكلمنا فيه يبقى هتضيف مستخلص طحالب بحرية يحتوي على الأكسين والسيتوكينين والجبرلين زائد عالي الفوسفور زائد اي زائد الان بي كي دول التلات مركبات اللي هتستخدمهم في هذه المرحلة التركيبة التلتة بقى يا جماعة او المرة التلتة اللي هنستخدم فيها الخميرة رشاً على الأورق على نبات البطيخ او نبات الدلع هقول لحضرك برضو هنستخدمها ازاي برضو نفس كمية محلول الخميرة اللي احنا ذكرناها وبنفس الطريقة تحضروا اللي احنا قلناها في البداية تلاتة قلب خميرة وخمسة كيلو عسل واثنين كيلو سكر واتضيف عليهم ايه بقى في المرة التالتة دي هتضيف عليهم برضو مستخلص طحالب بحرية زائد ان بي كي زائد سطرات بوتاسيوم دول يا جماعة التلات مركبات اللي هتضيفهم في المرحلة الأخيرة وهيفرق معاك كتير جدا في انتاجية البطيخ اللي موجود عند حضرتك هيفرق معاك كتير جدا في زيارة نسبة السكر في البطيخ اللي موجود عند حضرتك هيفرق معاك كتير جدا في تقليل نسبة التنفيل من سمار البطيخ اللي موجود عند حضرتك هيفرق معاك كتير جدا في التلقيح وحبوب اللقاح للنبات اللي موجود عند حضرتك وبالتالي هيبقى عندك عدد بطيخ كبير وما فش عندك هيبقى عندك فشل في التلقيح ولا هيبقى عندك اي مشاكل من سمار في سمار البطيخ ولا هيبقى عند حضرتك اي نوع من انواع التشوهات نقطة بقى مهمة جدا لازم تركز فيها وانت بتستخدم اي رشة من الرشات دي على نبات البطيخ وركز معايا في الكلام ده كويس شان ده يفرق معاك كتير جدا اللي هو ايه اوعا تستخدم اي رشة من الرشات دي وحضرتك الرطوبة عندك منخفضة بمعنى ايه معنى ان انا هرش النهاردة هرش بكرة محلول الخميرة يبقى انا النهاردة ايه اكون راوي الارض كويس مدى الارض بسعالة ساعات من الرأي كويس لو انا بروي بنظام الرأي ايه بالطنقيد طب لو حضرتك بتروي بنظام الرأي بالغمر برضو لازم تكون الارض ايه رطبة لازم تكون الارض رطبة الرشة ده يا جل معا بتعمل تنشيط وبتعمل زيادة في عدد انقسامات الخلايا بشكل كبير جدا وممكن تعمل لك مشاكل او تعمل لك انفجار في الخلايا وتجي تبص لها النبات تشلي منك وتقول ده انا رشيت والنبات عندي حصل فيه مشكلة والكلام دي يبقى لازم عندك ايه ان حضرتك تبقى عارف هتستخدم الرشة دي امتى وتستخدمها بالطريقة الصحيحة هتاخد منها ايه اكبر استفادة والافضل انك انت تكون تابع معها متخصص عشان برضو ما تروشش الرشة دي على ايه على النبات وعندك فيه اي نوع من انواع الاصابات الفطرية مش عشان ان الخميرة بتزود الاصابة لامريض فطرية لأ احنا عندنا ببدأ يا جماعة اساسي تم انت عندك الاحماض الامنية بتزود الاصابات الفطرية يبقى لازم عندك يا جماعة ان احنا نشتغل على النبات والنبات عندنا ايه صحي النبات عندنا ما فيش فيه اي مشاكل زي العائل الصغير لو العائل الصغير مريض مش هينفع حضرتك تروح تديله اكل لأ حضرتك تديله الدواء الاول وعلاج وتديله الاكل بعد العلاج يبقى مهمة اوي ان حضرتك تكافح الاصابة اللي موجودة عند حضرك الاول سواء كانت اصابة فطرية اصابة حشرية اي نوع من انواع الاصابات اللي موجودة على النبات وبعد كده يبدأ ادي ايه ادي المغزيات بتاعتك عشان النبات ياخد المغزي بتاعه وهو بشكل ايه راي يقدر يقدر يشتغل ويقدر يستفيد من المغزي اللي حضرتك بتضيفه لكن النهاردة حضرتك النبات عندك مريض تيجي ترشه مغزيات يبقى النبات مش هيقدر يستفيد من المغزيات اللي انت بتضفى هنا انت بتزود المشكلة وكمان مش هتستفيد من المغزي او من الدول اللي حضرتك اشتريته النبات مش هستفيد منه بحاجة بكده يا جماعة نكون اتكلمنا عن التلات رشات في التلات مراحل المهمة بالنسبة لنبات البطيخ او نبات الدلاع زي ما بنسميه في بعض المناطق العربية الاخرى النهاردة يا جماعة كده خلصنا حلقة الرشة على النبات ان شاء الله في حلقة قادمة هنتكلم عن ايه ازاي تستخدم الخميرة في تسميد نبات البطيخ لو هتستخدمها حقنا في مياه الرأي بالغمر او حقنا في مياه الرأي بالطلقيت وهقول لحضرتك برضو على الكميات استخدامها اللي هتستخدمها في كل مرحلة من مراحل النمو اللي هترفع معاك الانتاجية لكميات متضعفة بشكل كبير جدا بكده يا جماعة اتمنى انكم تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس شكرا لحضرتكم تحياتي